اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني بلاش امشي وانا الرجالة كرهيني قوي وبلاش امشي وانا معيطة زي اخر كل موسم فحاول هحاول اعمل اتنين وربنا كريم خلال اول اقولكو انه احنا اتفقنا كده مع مجموعة كبيرة جدا من مصممين ومصممات الازياء والشنط الاكسسوارات كل المسؤولين عن المنتجات الطبعية الترح العبيات وإلى آخره ان احنا هنعمل مفاجأة ليكو المفاجأة دي هتكون موجودة دلوقتي حالا على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك مجموعة من الهداء الكتير يعني هداء كتير يعني كل واحدة هتدخل على الهداء من دلوقتي حد نهاية الحلقة او على السوشيال ميديا هتكسب مجموعة هداء كتير جدا من مجموعة من المصممين والمصممات وكل انا قلته من ثانيا لربا ده بناسبة رمضان الكريم كل سنوهم طيبين يا حبايبي ست طرح على حاجات زيود تطول الشعر شرنة لابتوب على شرنة مدارس كل سنوهم طيبين مدارس في تسعة ان شاء الله تفتحه ولادنا يروحه شرنة حليمي بتاعت خروج أباجرات للبيت وهكذا كلها من مصممين ومصممات يعني من أشهر الناس اللي في مهنتهم والمنتجات من ممعرفش بيسموها من أجوادها يعني زي كنت بقولها صح ده هم عاملينه مش عايزين يتلعوا يقولوا أسميهم مش عايزين يتلعوا يقولوا هم مين هم مش فارق معهم هم فارق معهم ان هم يرسموا بتسامة على وششكوا فبالتالي من دلوقتي لحد انتهي الحلقة أو على صفحاتنا هي وبسئلة على الفيسبوك حتى تدخلي جاتي وحزك بقى ممكن تكسبي تمن ترح وفستان وشنطة وأباجورة منتجات للعناية بالشعر شامبوهات والزيوت طبيعية أي مكان هي حاجة قدش كده نتوحل سوني جدا من مبارح يلا بقى نبتدي بكلمتين حلوين صراحة الراجل ده أنا حبيته حبيته جدا وكلامه كده داخل قلبي كده وشافه كده قلبي كده جميل بيقول كلام جميل الراجل ده اسمه دكتر أحمد إسماعيل دكتر أحمد إسماعيل بيكلم الرجالة بيقول لهم بلاش تتجوزوا خلاص بلاش تتجوزوا بلاش تتجوزوا لو سمحت بلاش تتجوز بلاش تتجوز لو ناوي ما تصرفش على البيت كله مش أنت ونص وهي النص أصلا مش بيت طلبة حضرتك بلاش تتجوز لو فاكر إن من حقك تضرب مراتك ومحدش يقولي الدرب في القرآن غير لما يقرأ تفسير الدرب يعني إيه وتفسير النشوس كمان معي يعني إيه بلاش تتجوز بلاش تتجوز لو مش ناوي تسمح حكايات مراتك من حقه أنا هتلاقي حد تفتفض معاه وصدقني أنا تفتفض معك أحسن ما تفتفض مع مامتها أو أختها أو صاحبتها أو حد تاني بلاش تتجوز بلاش تتجوز يا حبيبي لو مش ناوي تستحمل شوية نكد وزن آه الستات بتحب الرغي وبتحب كمان الزن لأنها بتشوف حاجات غير ما انت بتشوفها بتشوف فيها التفاصيل وانت بتشوف المجمل بلاش تتجوز بلاش تتجوز لو فاكر أن العيال مسؤولية أمهم العيال مسؤولية أبوهم وأمهم لو فاكر أن الزوجة خادمة وانت حطيتها في البيت وتصرف عليها بلاش تتجوز لو حتسمع كلامهم مكوابك واخواتك وتمشي ورا كلامهم أو ورا كلام حدي فيهم بلاش تتجوز لأنك دورك إنك تسمع الكل وتكون منصف حضرتك لو ناوي لا قدر الله لو اتطلقتم إن انت تطلدها من الشقة اللي كاتبها باسمه أمك وأبوك يا بني بلاش تتجوز بلاش تتجوز لو طلقتها وناوي ما تصرفش لعليها ولا على عيالك بلاش تتجوز بلاش تتجوز لو مش ناوي ترحمها وتعدي غلطاتها زي ما هي بترحمك وتعدي غلطاتك لو مش مستعد تقول آسف حتى لو انت مش غلطان بلاش تتجوز الله يا رجل محترم لو مش مستعد تكون زوج وأب حبيبي بلاش تتجوز ولو ناوي تقضي الحياة الزوجية على الأهاوي ومع صحابك وفي بلاي ستيشن تلتيني اليوم بلاش تتجوز لو هتطبق الشرع في حقوقك ومش في واجباتك بلاش تتجوز لو مش مستعد تحسن من نفسك علشان تعجب مراتك شكلاً وموضوعاً بلاش تتجوز لو مش ناوي تعمل كل الحاجات اللي أنا قلت عليها دي لو سمحت بلاش تتجوز المشرحة مشنوها ساقطة بلاش تتجوز سمات دكتور أحمد اسماعيل حبيبي قال إيه أنت مطلوب منك إيه عشان تتجوز لو هلك مش ناويها لو هلها واحدة فيهم أول حاجة من اللي احنا قلناها دي بلاش تتجوز ومعين نحن بس نتكلم على راجل محترم جداً كان بيخاطب الرجال فخلينا نشوف راجل لي رأي آخر قبل ما ناخد الرأي الآخر تعالي ناخد هدير الهديل هدير ازايك يا تنت ردو هدودي يا حبيبي قلبي تنت ردوة إنتي تنت ردوة دي بقيت بصي أنا بحبك جداً أنا بموت فيكو كلكو أنا مش مصدق أن أنا بكلمك يا حبيبي تقلبي أنت نواتي الدنيا بصوتك عندك كم سنة يا دودو عندي 14 سنة يا روح قلبي أنا طيب قوليلي دخل عشان نكسب ولا دخل عشان تقولي حاجة ولا دخل عشان إيه أنا دخل عشان نبتكلمك من زمن أول وأقولك أن أنا بحبك جداً أنا بموت فيكو طيب هدير عشان أنت أول واحدة معنا النهاردة متاصلة فأنتي عندك مجموعة مختلفة أنت محجبة هدير أه طيب عندك مجموعة مختلفة كده من الهدايا عشان تقد كده هيبقى مليلي حاجة كتير أوي هتعجبك كل سنة وأنتي طيب طيب ربنا حاخذ خليك معايا يا روح كل اللي بتتمنين بحبك خليك معايا أخذ بلاتك في التليفون هاجر يا جوجو أيوة يا جوجو جوجو ممكن نواتي التليفزيون يا حبيبي أنا الحمد لله عايز أقولك أنا جاية أكلميك أنا بقالي كذا مرة بأتصل ما بعرف أتصل وعايز أقولك أني بدي سبب تغيير بنات كتير جداً وأنا منهم أفكارك دايماً بتبقى في بالي ودايماً بفضل أمتح بي أصحابي كمان بالذات في مرة صليت لنت القدر زي ما انت قلت قبل كده وربنا استقبلي عشان انت يعني دايماً بتنسحين أنصلي وكده فكررت أن أنا أفضل أصلي وكده ودعي ربنا لما جيتي قلت انت في مرة حكيتي يعني اني في حد صلي لنت القدر وكده بس جيت أقولك أنا بحبك 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 عيطتيني وانا يسا كنت بقول خمس دقيق مش هعيط أبوثي بقى عشان أنا بحبك وعشان فريق برنامج بحبك وعشان كلنا بنحبك ليكي عندي هداية قد الدنيا انتفقنا هليكي معايا روحي طيب طيب أبوثي بقى النهارده بكر آخر الحلقات في الموسم فإيه أرجوكم أرجوكم أربوكم زي ما بنتي بتقولي أربوك يا مامي أرجوكم مش عايزة عيط طيب حاضر يا جماعة سريعا في واحد كاتب الراجل بقى تاني في شيء لازم يتوضح للبنات الراجل مو لازم يتجوزك لمجرد أنه دخل في علاقة معاك لا تنسي أنه العلاقة تعتبر مرحلة مشابه لمرحلة الخطوبة وقد يكون ما يتفق وعادي تفترقه حتى لو وعدك في يوم نقيم أنه يتجوزك مش شرط خالص أنه ينفذ وعوده في علاقة نكحة وفي علاقة مش نكحة ممكن يكتشف أنه هو متورط معاك وأن العلاقة مش عجباء وإنت حضرتك بتروحي تتحيلي عليه وشتم في النص تتحيلي عليه أنه أنت يديلك فرصة تانية فبيطر يديلك فرصة تانية عشان ما يكسرش بقلبك وبعدين ما بيقاش عايز يكمل فبيختفي فجأة لأنه شايف أن اختفائه حل ممتاز طبعا الكلام ده ينطبق على الرجال الطبيعيين اللي نيتهم سليمة يعني أنا مش عارفة الرجال اللي مش طبيعين اللي نيتهم لفت ها هيقولوا إيه نيتهم سليمة تجاه شركات حياتهم في العلاقات شركات إيه حبيبي أنت داخل دي بالنسبة لك فرط جارب كده طبعا أنا موافقة اللي أنت بتقوله أنا موافقة أنه العلاقة دي يا صابت يا خابت بس بالنسبة لك وبالنسبة لها أنا موافقة أن العلاقة دي يا صابت يا خابت بس تعمله ديل مع بعض حبيبي أنت لو ما عجبتنيش حمشيك وأنت لو ما عجبتنيش حمشيك وهي تمشي كده ولاد الناس ما بيتعملوش بالطريقة دي وبنت الناس ما بتعملش بالطريقة دي والصحبية مش زي الخطوبة الخطوبة أنت بتدرب الباب كده بتدق عليه وبتدخل تتعرف على الأب والأم تقولهم أنا عايزة أتجوز بنتكو وبتتعرفوا على بعض ويصابت يا خابت لكن حضرتك بتقول دلوقتي أنه مش مش شرط على فكرة مش طبيعي يعني أن أنا أبقى أبعرف واحدة وأتجوزها ليه هي فار تجرب حتدخلت حطت لها حتة الجبنة كلتها كلتها عجبتك والمنظر ما عجبتكش خلاص مع السلامة احترم نفسك عشان الناس تحترمك واحترم البنت اللي معاك علشان الناس تحترمك لما يكون فيه واحدة أنا مش عايزة أتجوزها لو أنت راجل محترم وعندك الشجاعة الكافية زي ما كتبتك كلمتين دول قولها أن أنا بعرفك ومش عايزة أتجوزك واسبلها الاختيار أنا بعرفك عشان حاجة لا سمح الله مش كويسة واسبلها الاختيار ساعتها هتقال عليك أن أنت راجل لكن لما تروح تعرف واحدة وبإسم الحب تضحك عليها وتقول لها أنا أنا حتجوزك وبعد ما تصل اللي أنت عايزة وصله أو تزهق أو عايزة تغيرها أو تعرف عليها أو زهيت من الشكل ده عايزة تغيرها وتروح للشكل تاني تماما أنت راجل مش محترم مش محترم وعايزه لك لحاجة الدنيا داين تدين قبل ما هبتدي الحلقة أنا كنت تعرف شخصي بيعمل كده وقع حتة وقعه أخذ حتة ألم تزري به وكده لففه حوالي نفسه وأنا الوقتي بطلب بقى من كل بنت في العشرين عشرين اللي إحنا فيه دلوقتي بما إن الرجالة بتفكر بالطريقة دي إنت خليها بقى خليكي إيه بلانتلي كده صريحة إنت حبيبي عايز مني إيه ولا تقوي بقى مكسوفة ولا أصلا مستحية ولا أصلا بقى ما يصحش عشان البنت هما بقوا عينيهم بقت قد كده هو إنت عايز مني إيه يلا تعال معي دغري وإنتي حرّة بقى تقبلي أو ترفضي ويا أستاذي يا محترم هي حرّة تقبل أو ترفض لكن تدخل عليها إنتي سيت بتاعتي إنتي مراتي يا بنتي أنا هتجوزك والله العزيم أنا مفي شغيلك في حياتي أنا كلمت ماما بابا عنك وبعدين بعد ما أنت توصل للعايز أو تقعد تحويل كتير أوي ما توصلش فتزاو تقول لها ما هالسله بعيد تقول لي مش شرط خلص إن أنا تجوزها عشان خطر العلاقة دي يعمل زي خطوبة لا هبيبي العلاقة مش يعمل زي خطوبة أوكي؟ أنا قلت في بداية الحال أنا حاول ما خلوهمش يكرهوني قبل ما في الموسم مفيش فايدة بيها مشاهدة العزيزات وابناتش الحبيبات بسامة العلوة جدا الحلقة الجديدة هنبتديها في يلا نخص في خمس أسابيع ده أنا نزم غزائي مش يتعليه تبع دكتور محترم جدا بتخصي من 10-15 كيلو غير ده هننكلمكم يا النهار ده بكرة مش عارفة إزاي تخصي في رمضان يرى أنا نطلع لرابع أسبوع في يلا نخص في خمس أسابيع ونرجع لكم من هي وبس